السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أماني من قناة ربيانكو النهاردة بإذن الله هنعمل الكفتة المشوية بالخضار يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول معنا لحمة مفهومة معنا دهن مفهوم معنا بصل مفهوم ونصف ميته معنا معلقة نشا بصل بضرة فلفل أسود بابركة بهارات لحمة ملح معلقة بيكين بوضر اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد هنحط البصل ونحط التوابل على اللحمة المفهومة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد نحط معلقة البيكين بوضر ونبدأ بقى نخلط المكونات مع بعض هنعجن في الكفتة جامد لغاية لما المكونات كلها تطل مع بعض هنا عملت الخيوط كده هنحطها في التلاجة لمدة ساعة وبعد كده نطلعها معنا الخضار جزر بطاطس بصل فلفل ألوان طماطم ومية البصل حطيت عليها معلقتين صلصة وملح وفلفل هنحط الخضار في الصينية مش قدرة أصف لكم طعمها هيبقى جميل ازاي وتحفى ازاي والطماطم هنوش وشة ملح بسيطة على الخضار مش هنقطع البصل والفلفل الألوان لو مش موجود مش مشكلة ممكن نحط في الفلاية خضرة هنا معنا نقطة زيت هنحطها على المسان ونصبع عليها الكفتة هنصبحها كويس عشان تمسك نفسها وهندهنها بمية البصل والصلصة وهنوصها فوق الخضار اللهم صلي وسلم وبايك على نبينا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هنصبحها كويس وهنكون مشغلين الفور على أعلى درجة هنا باقي الزيت على الطماطم ومية البصل هندهن به الكفتة والباقي هنحطه عشان يهن الخضار يستوي به هنجيب ورقة زبدة ونكرمشها ونحطها فوق الخضار والكفتة عشان البخار ما يخرجش منها عشان تستوي بالبخار بتاعها وهنحط عليها ورقة ألمونيوم وندخلها الفور هنا الكفتة في الفور ونضعها هي كده استويت هنشيل من عليها الورق الحراري وورق الزبدة الريحة جنين الريحة جميلة جدا وهنقدمها مع رز بالشعرية الخضار كده استوي كله ماشاء الله أتمنى تجربوها وبالهنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته